إذن المؤسسة العمومية أعادت إلى سكة اقتصادية وهذه المرة كانت نظرة الحكومة مخالفة عن النظرات السابقة حسب تصريحات المسؤولين أن تكون أين يظهر الاختلاف؟ هذه المرة بنظرة براغماتية اقتصادية لأن الإشكال كانت في السنوات الماضية المؤسسات العمومية كانت في كل مرة تكون عندها صعوبات مالية أن الحكومة تدخل وتنقذها ولكن الإشكال ما هوش في المال يعني في الإشكال في طريقة التسيير في المنتوج النهائي هل يطابق الأسواق هل في التسويق كان عندها مشاكل والحكومة كانت تدخل في كل مرة تعطي لها أموال وكأنه المال هو الحل السهل لكن هذه المرة ما كانش المال المرة هذه أنه محالجة المشكلة من جل الجذور ما شتطلب هذه فعلاً؟ نعم بالنسبة لبعض المؤسسات نعم ماذا يتطلب في حده؟ بعض المؤسسات العمومية المنتوجها لم يعود يساير تطور السوق ورغبات المستهلك الجزائري يعني منذ تكلم سمومياً منذ ستينات أو سبعينات ثمانينات تكلم منتوج من غير ممكن أنه في 2022 تكلم على منتوج يعود إلى سبعينات يعني القرن الماضي لابد أن نطور نوعياً نطور الأمبالاج نطور الجودة للمنتوج لذلك اليوم تم إعادة النظر في طريقة تسيير المؤسسة من الجانب التسييري من الجانب المنتوج